وفي سباحة وجل الجزائري جواد سيود بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة متنوعة بتوقيت قدره خمسين ثانية وثلاثة وثمانين جزءا من المئة وهو نفس التوقيت الذي حققه منافسه الإيطالي فازايوس أندرياس الذي شارك الجزائري في المركز الأول في سيناريو نادرا ما يحدث في سباقات السباحة وبعد هذا الإنجاز كد رئيس الاتحادية الجزائرية للسباح عبد الحكيم بوغاد وأن مستوى المنافسة كان عاليا بدليل تحطيم أرقام قياسية عالمية خلال الدورة ما تعرفوا احنا كنا استرنا برنامج لسباحين تعنا كل سباح كان يتحضر في المحيط تعو احنا كنا استرنا بكل موضوعية وبكل يعني صراحة على أربع نهائيات اليوم الحمد لله رانا حققنا خمس نهائيات وميضالية ذهبية نظن هذا شيء مهم جدا رغم كل ما قيل على السباحة ولكن نظن أن السباحة اليوم راهي في المنافسة هنا مستوى عالي وعالي جدا والدليل على ذلك كما أكدت عليه وصرحت فيه كل مرة فيه أرقام قياسية خمس أرقام قياسية لحد الآن إذن ما يبين على أولا التنظيم روم وحكم لما يكون تنظيم وحكم تكون أرياحية للسباحين في تحقيق النجاة